اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النادي الاهلي كان افضل لكن النادي الاهلي مقدرش يحافظ على النتيجة فتا عادة النهاردة لا العكس النادي الازمالك حافظ لغاية اخر المطش انه هو يطلع كسبان بالمبراية كابتنه احمد دايما انا بستمتع بقراءك بقعد جانبك دايما لم تجلنا تزورنا وتحكيري يعني على حاجاتك واسه جدا هل النادي الاهلي هزيمته من كانت سبب ولا الازمالك ماشي بخطة سابتة واداء احسن وده كان سبب فوزنات زمالك المال بص خلينا متفقنين زمالك اللي بعمله ده ده اسمه إنجاز في الكورة بالسكواد اللي موجود ده وعدم موجود لعيبة دخلت الفريق وعدم موجود منافسة من اللعيبة القديمة من اللعيبة الجديدة المفروض أي فرقة دايما بتدخل خمسة صفقات كل موسم عدم موجود ده مع خلق الدوافع اللي حطها فريرة مع اللعيبة الناشئين اللي جابها وقف الجنبه وقف الجنب المدرب وده حاجة مهمة جدا انت ممكن تحط لعيب والآخر يغزلك لكن حط منافسة بين اللعيبة الكبيرة الموجودة في الفرقة واللعيبة الصغيرة لكن ده كله شغل يرجع للراجل المدير فني ده شغل في الملعب مدير فني النهاردة فريرة ما قالكش لأ أصلا ما فيش قيد أصلا ما فيش مش عارف ايه أصلا ما مش عافة اشتغل كده جماعة أصلا ما مش عامل كده وخلي بالك كجمهور زمالك لو انت وصلت للأربعة الأوائل طب في الموسم هو ده إنجاز بالنسبة لزمالك في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي لكن الراجل ده ما بيعمل الشغل ده شغل فني محترم جدا 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 بالإمكانات اللي موجودة يعني عودته كانت عودة التصحيح طبعا طبعا واختيار موفق مليون في المية لأن انت عاوس حد عنده خبرات يعرف يمشي مطش بمطشه ويمشي الشوت بشوت ربع ساعة بتلت ساعة تغييرات دايما حكيم طبعا النهاردة كل مطش بيقال لك 3 أربعة أشكال في الفرقة في النهاردة لعب بأربعة ثلاثة ثلاثة بعد كده في نص الشوت الثاني رجع لعب بأربعة ثلاثة وهكذا مثلا ممكن نحن سيزيز وحط يوسف أسامة نبيه فالتغييرات دي كلها يعني كده ندر نقول في الشوت الأول عامل اللي هو عايز في الشوت الأول وقتل مطش وخلص على المطش كله وفي الشوت الثاني امتص نادي الأهلي راجل نفسه بيتعلم لو انت رجعت للشوت الأولاني في مطش الثاني والزمالك في الدوري اتلاقي الزمالك لعب هاي بلوك وما فيش ضغط في وسط الملعب فكان دايما وراءه 40 متر دايما في ظهره حط الكرة في ظهر محمد شريف في السرعات وكلام ده كله واستغلوا الشوت الأولاني كان ممكن تلع 2-3 مستريح جدا الشوت الثاني نزل عمل ايه الأهلي وقع بدنيا نزل للميدل بلوك بتاعه بدأ يمسك كرة بدأ يمسك كرة ويشتغل وعرف يطلع بالمطش الدول النهاردة تعال بص بقى لعب ازاي لعب ميدل بلوك نلعب شهول فالميدل بلوك ده اداله أريحية 20-30 متر وراء وما يقطع الكرة في وسط الملع بريب اروح للجون فده مهم جدا من اسبالي كابتن رحمة المجد يتكلم على المدير الفني وأشاد بي بيريرا على المدير الفني شايف سوريس المدير الفني لنادي الأهلي بقدر نقول لسه مدرش رحكم عليه ولا بدأ تشكيل غلط ولا الدنيا ماشى مع الأهلي في الفترة اللي فاتت مش كويسة بص يعني فيه طبعا هو أنا وجد نظر ان هو بدأ بدأت المطش النهاردة غلط فكرة ان هو يطلع أفشع على طرف وعبدالقادر مش هو أحسن في حالاته بقى له كم مطش كده فيمكن زي ما قال المجد نادس زي مالك لعب النهاردة زون من نص الملعب فبقى بالنسبة له اللي يعمل الفارق عنده الهوضات او الناس اللي عنده حلول بنشرق كل كورة بيمسكها كان بيروح واحد على واحد فبتعمل خطورة على العكس النادل أهلي أول ما بيقطع كورة فيه بطء كبير جدا في الطلاق بكورة من وراء الأدام الفكرة وولاة الهجومية بتاعة النادل أهلي عنده مشاكل كبيرة جدا النهاردة تمركز حتى الناس في نص الملعب أنا بلعب حتى بتلاتة المفروضي بتلاتة دولت لو أنا بلعب بيهم هلعب بيهم في لات بتلاقي معظم الوقت ديانج على طرف وتلاقي السلية ديانج بفل للمفروض للمفروض ما أنا بقولك المفروض أنت بتلعب بتلاتة السلية وعم وحمد فتحي و و و و وديانج التلاتة المفروض هم بيلعبوا من المفروض بيلعبوا تلاتة ديفنطرات التلاتة بيلعبوا فلات في رص الملعب عشان تقدر حتى تد أريحية بقى الواحي زي أفشا يقدر أنه هو حتى من جوا يبقى أنت عندك المساندة بتاعته بتيجي تقفل الجبهة بتاعته لكن ده ما حصلش النهاردة أنا شايف أن دي زي ما قلتك البداية كتشكيل نادي الأهلي ما كنتش شايف أنه أفضل حاجة و لما أجيه عدل الطبيعي الشكل بقى أحسن طيب يعني لما أجيه عدل السؤال ده يعني ليك كل كابتن حمد المجد برضو يولنا رأيه الكابتن حمد كشري في مدخلة قالك في بعض اللعبين يعني حرام عليهم من كل موجودين في النادي الأهلي وما كانوش على مستوى النادي الأهلي شايف بتفع معاه في اللحوار ده ولا تختلف معاه بص عين كان صراح أنا أتكلمك بمتال أمانة يعني هي فكرة المستوى اللعيبة جوا مصر كل المستوىات المتقارنة تتكلم بمجد على أعلى فرقين وأعلى سكوات أهل زمالي أتكلمك بس أنت برضو لما أنت جيت عملت الصفقات ده أو جبت اللعبة ده اللعبة ده كانت أحسن ناس في الأنديا بتاعتها ده أحسن ناس موجودة مع فرقها يمكن لما عملوا الفارق إنت إنت بصّيت قالوا لا والله فلان ده لن مفروض يروح لنادي الأهلي فلان ده لن مفروض يروح لنادي الزمالي فانا أنا أبتكلم هي الفكرة كلها من الناس أو اللعبة لازم ثقافتها تتغير أنا فكرة إن أنا جيت من نادي روح تنادي الأهلي ونادي الزمالك الأندية ديت ما عندهاش حل غير البطولة